السياسية والبرلمانية الجزائرية نعيمة صالحي واحدة من أشهر السياسيات في الوطن العربي وفي الخليج العربي تحديدا وفي المغرب العربي تحديدا هذه السيدة وهي رئيسة حزب العدل والبيان الجزائري زوجة البرلماني السابق محمد الصالحي اشتهرت نعيمة صالحي بسياساتها المعارضة للحكومة طارة والمتوافقة مع الحكومة طارات أخرى شهرت أيضا بأنها كثيرا ما تسير بعض القضايا التي يتفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ويتفاعل مع تعليقاتها وتصريحاتها المثيرة للشارع والمواطن العادي أهم هذه التصريحات وهم هذه القضايا قضية نعيمة صالحي واللغة الأمزيغية وهي واحدة من أشهر اللغات الأم في منطقة المغرب العربي قالت نعيمة صالحي جهات تتاجر بالأمزيغية لصالح الصهيونية قالت كمان في تصريح متلفز على أحد القنوات الجزائرية وهي قناة النهار قالت أرفض أن تتعلم ابناتي الأمزيغية نعيمة صالحي هي أم لخمس أطفال أيضا من التعليقات التي تفاعل معها الألاف على مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الماضية عندما قالت نعيمة صالحي أنا أفضل من رئيسة كرواتيا طبيعة الحال أيضا من القضايا المثارة حول نعيمة صالحي مطلبتها المجتمع الجزائري بتعدد الزوجات وقالت أنها لن تمنع زوجها إذا أراد التعدد أخيرا نعيمة صالحي تعلن رفضها مثن للترشح بوتفليقة لعهدة خمسة كانت هذه من القضايا الشائكة خصوصا مع ما تردد عن أنها أحد المولين لبوتفليقة وأنها كانت أحد أذناب النظام السابق في الجزائر أخيرا قولها أو ادعاها بأنها واحدة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم مع بداية فيروس كورونا ودخول العزل الصحي في الكثير من الدول العربية لا سيامة في الجزائر ظهرت نعيمة صالحي من جديد لكن هذه المرة من داخل المطبخ نعيمة صالحي البرلمانية ورئيسة حزب العدل والبيان تظهر في نشر فيديوهات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية لا للحديث عن السياسة ولا الحديث عن الحكم ولا الحديث عن مصلحة المواطن ولا الإجراءات اللي بتتخذها الحكومة لكن للحديث عن العدس وبعض الوصفات من المطبخ الجزائري وبعض الوصفات الخاصة بستة البيت عللت نعيمة صالحي السياسية الجزائرية أنها قامت بذلك وفقا أو بناء على طلب من بعض متابعيها يتصدر هاشتاج مطبخ نعيمة صالحي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام اللي فاتت خصوصا وأن صفحة منصوبة للحزب حزب العدل والبيان نشرت هذا الفيديو وقالت دعومه قناة البيان الجزائرية أما عنوان الفيديو فكان وعي كبير مع طبق العدس بزيت الزيتون ليتفاعل البعض على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا مع ظهور أو ارتباط اسم نعيمة صالحي بهذه الأطباق أو بهذه الوجبات لا شاهد لأول مرة الشيف نعيمة صالحي في المطبخ بعيدا عن السياسة وعي كبير مع طبق العدس بزيت الزيتون أنت سلطانة بحرفة يدك أحفاد ستوت أم البيوت يقلبون كل الحقائق نعيمة صالحي على مواقع التواصل الاجتماعي الأشهر في الجزائر الأشهر في الوطن العربي بسبب هذا التغير السريع في حياتها أو فيما يتم عرضه عنها على مواقع التواصل الاجتماعي صفحة بتقول نعيمة صالحي بعدما قرب بعدما قرب وقت نهاية عهدتها البرلمانية وعلبها تفرد فيها تحب تدخل الدراهم من يوتيوب زيادة أنها تحسد ناشط الحراك اللي عندهم قنوات بالألاف دخلت اليوتيوب بسكوب خطير الوعي يأتي مع طبق العدس رجاء لا تضغطوا على فيديوهاتها في يوتيوب وتزيد وتزيد تدير إشهار حتى لقناة ابنتها الديمقراطيون الأحرار بيقول طبعا هذا النوع من السياسيات غبيات جدا لأن السياسي يمكن أن يقوم بتوعية الناس في مجال السياسة أيضا من بيته لكن على ما يبدو أن حزبها كرتوني خور لا يوجد فيه ما يتحدث عنه كأكثر الأحزاب في الوطن العربي حساب أيضا يحمل اسم نعيمة صالحي بيقول من سياسة التهريج والتمهريج إلى سياسة الطبخ والتبهريج نحييكم من مطبخ السيدة نعيمة صالحي التي ذهبت إلى السوق لتشتري ما تحضر به طعاما للسياسيين المتنازعين وربما في القريب العاجل يتفتح زاوية للصحراء والمشعوزين من أجل حل أزمة المتخاصمين المتعنتين بهذه الطريقة تفاعل عشرات الألاف على مواقع التواصل الاجتماعي مع ما تنشره المعارضة والبرلمانية والسياسية الجزائرية نعيمة صالحي على صفحتها على فيسبوك وأيضا على قناتها على يوتيوب من فيديوهات لتعليم الطبخ ونشر بعض الأكلات من المطبخ الجزائري